اهلا وسهلا بكم مرة تانية مع موقع كوارا زي ما قلنا الموقع ده وصفته سؤال واجابة بس المفيد فيه زي ما شرحنا قبل كده ان هو بيدخل على اثنين وثلاثين مليون زائر يعني يوميا هندخل بسرعة في طريقتين طيقة اما ان انا ادخل بالاميل واما ان انا ادخل بالجيميل او الفيسبوك هانا هدخل بالفيسبوك واكتب الايميل بتاعي في الفيسبوك واكتب البصورد بتاع الفيسبوك زي ما انت شايف قدامك في الشاشة وبعدين هو هيدخلني على موقع كوارا الموقع ده مفيد جدا للناس اللي عايزة توسع دايرة البزنس بتاعها وخصوصا خارج مصر هنا هيدخليني كوارا ان هو يدخل عندي اقول له تعديل ليه انا ادخل تعديل عشان احيانا في مواقع بياخد منك التليفون والبيانات الشخصية اللي انت حطيت على الفيسبوك فانا قلت له عايزة اعمل تعديل عشان نلغي لكن هو هنا مش واخد غير الايميل بس فاقول له مش مشكلة متابعة باسمي اللي هو باسمك انت يعني اللي هيظهر بالفيسبوك اقول له متابعة هيديني الشكل ده هنا بيقول لي اختار عشرة من الاختيارات اللي قدامك اللي هي المجالات اللي انت بتحب بتحبها يعني او بتحب تعمل بزنس فيها او بتحب تاخد خلفية عنها هنعلم على كل كل طبعا ايكونة من دي اه هي فئة معينة من الناس وده طبعا مهمة جدا في البزنس او في الماركتنج او في ان انت تبيع منتج على النت عموما ان انت تستهدف فئة معينة لاحز اه كل ما انا ما هعلم على ايكونة او على فئة من الفئات دي اه في المربع اللي تحت الازرق ده ايوة هيبديني ان الرقم بيقل يعني كل ما بختار عدد الرقم يعني اه بيقل معي على اساس ان هو عايز عشرة وبعد ما اخلص بعدين هنا بيديني السؤال الابل اخير بيقول لي دي زي جروبات زي جروب بتاع فاس ان دول مجموعة معينة بيتكلمهم في الحاجة دي انا بختار ممكن اختارهم كلهم وممكن اختار اي اه عدد او الحاجات لما انا هترجمها ممكن ناخد طبعا ونترجم في جوجل اه بعد ما خلص اقول له انا اختار اللغة العربية انت براحتك اختار لغة وبعدين دان هنا بيقول لي فينش بيدخلني على الموقع كوارا سهل جدا كده انت مر مرقي لاكتر من تلاتين مليون شخص بس بس قبل ما تنزل سؤال وتجاوب لنفسك او بتنزل لينك تدخل على الصورة اللي هي فيها اسمك تنضغط على الاسم ونغير في البروفايل والصورة والبيانات بتاعتك على اساس ان انت تكتب كويس لنفسك للناس تهتم بيك وتبتل تدخل على الصفحة وتتعامل معاك وان شاء الله بالتوفيق وهاشوفكم الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله